اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من دروس دورة برنامج ميموكيو المستوى التشغيلي ننبهكم كما نبهنا في الدروس السابقة الى ان المتدرب الراغي في الاطلاع على هذه الدورة يجب ان يكون على علم ببرامج مساعدة الترجمة المعتمدة على الحاسوب مثل ترادوس وميموكيو وغيرها هناك طبعا الدرس الاول والثاني يجب ايضا الانتباه اليهما هدف التعلم النهائي في هذا الدرس ترجمة ملف بسيط وحفظه في الذاكرة واخيرا تصديره الى ملف النهائي قابل للتسليم او للتحرير قبل التسليم لتحقيق الهدف الرئيسي نحقق الاهداف الفرعية المساعدة وهي اولا فتح الملف ضمن المشروع سنتعلم كيفية ترجمة المحدات الترجمية ثم سنتعلم كيفية تخسين الترجمة في الذاكرة والتأكيد عليها ونهاية سوف نصدر الملف الناتج باللغة العربية طبعا هو الحكومة الانجليزية العربية هو نفسه الملف الذي عملنا عليه في الدروس السابقة بعد تصدير الملف سيكون جاهزا للارسال الى العميل سوف نرى ذلك قريبا بيئة العمل ستطلب العمل هنا ستطلب ان يكون لدينا برنامج ميمو كيو 2015 يمكنكم تنزيله من موقع الرسمي للشركة الهدف الاول الان فتح الملف ضمن المشروع ارجو فتح برنامج ميمو كيو والذهاب الى my first project والضغط عليه مرتين سينفتح هذا المشروع الان ولانه لا جلدين سوى ملف واحد فسوف نرى هذا الملف وهو lesson 2 sample 1 كما تجدون في الناحية اليسرى هناك اعدادات خاصة بالمشروع سوف نبحثها فيما بعد عندما نتحدث عن الدروس القادمة في الدورة على المستوى المتوسط وليس على مستوى التشغيل مستوى الانطلاق يعني بمعنى اخر الآن مطلوب منكم ان تضغط مرتين على درس lesson 2 sample 1 عندها ستفتح لك الصفحة التالية هذه الصفحة يقسم ميمو كيو يقسم ميمو كيو البرنامج الملف الترجمي الى شرائح كما نجدها على اليسار هي تسمى شرائح على اليمين نضع هنا الترجمة في المكان الذي عليه المؤشر الان فهنا نضع الترجمة عليها في الاسفل تجدون في الاسفل النص كما سيبدو بعد الترجمة او قبل الترجمة يعني review بمعنى اخر اما على اليمين فهذه هي الذاكرة عندما تدخل بيانة داخل الذاكرة سوف تظهر في قسم اليمين حاليا لا يوجد اي شيء في الذاكرة لانها فارغة فلن تجدوا اي شيء قسم اليمين للذاكرة والمصطلحات الموجودة في قاعدة المصطلحات هذا هو الشكل الذي سيظهر لديكم الان الرجاءة ضغط على الشريحة الاولى لكي نترجمها ثم ننتقل للشريحة الاخرى وهكذا اذا يعني كملخص هذه هي الشرائح الترجمية الان رجاءا يجب علينا الان ان نبدأ بالترجمة لو سمحتم يمكنكم الترجمة بطريقة التي تجدوها مناسبة ولكننا يجب ان نخزن كل وحدة ترجمية عن طريق الضغط على كنترول وانتر سوف نفعل ذلك بعد قليل هذه الشرائح واضحة لكم من اجل ان تبين لكم ما المطلوب من عمله فالان نحن الان نكتب الترجمة في الشريحة الفارغة ترجم بالطريقة التي تريد يعني حاليا لا يوجد اي مشكلة حتى لو اخطاء المهم انك تكتب باللغة العربية ما يقابل الانجليزية لاحظ اشارة اكس الحمراء الموجودة على اليمين تعني ان ما تكتبه الان لم يدخل الذاكرة بعد لماذا يهمنا ان ندخل بالذاكرة سنبحث ذلك في الدرس الرابع ان شاء الله حاليا فقط اني يجب ان نعرف انه يجب ان ندخله بالذاكرة انتقلنا عن طريق الارو او عن طريق الماوس الى شريحة اخرى فبقيت الاشارة الحمراء كما هي لكننا عندما ضغطنا كنترول وانتر اختلف الوضع ظهرت الان في الذاكرة كما ترون اشارة صح الخضراء وعلى اليمين ظهرت لنا الكلمات على انها دخلت الذاكرة اذا الانتقال من شريحة الاخرى دائما كنترول انتر وذلك من اجل ادخالها في الذاكرة مرة اخرى نقول ادخال المادة في الذاكرة لها اهدافا سنتحدث عنه فيما بعد حاليا في هذا التمرين في هذا الدرس عليك فقط ان تعبئ الشرائح وكل شريحة بعد ان تنتهي منها اضغط كنترول وانتر لتنتقل الى الشريحة التي تليها لغاية السرعة ترجمت لكم المقال الشرائح كاملة الان انا اريد ان اؤكد ان ادخل في الذاكرة يعني confirm جميع هذه الوحدات الترجمية نضغط كنترول وشفت واي تعرفون ان بورد دوكومنت نضغط شفت واي هنا في ميمو كيو كنترول شفت اي وبعد ذلك رايت كليك كونفرم وكما ترون هي كنترول وانتر الان دخلت جميع هذه الكلمات والعبارات في الذاكرة اصبح لدينا الان ذاكرة فيها جميع المعلومات الواردة في هذا الملف الان نريد ان نعمل تصدير للملف الذي ترجمناه بعد هذه الترجمة الذي اعددناها في ميمو كيو يجب علينا ان نختار اكسبورت هناك عدة خيارات ستجون باكسبورت الخيار الاول ستورت باث ودايالوغ نريدكم ان تختار الخيار الثاني وهو دايالوغ اذهب الى اكسبورت اكسبورت موجودة في اعلى الصفحة في اعلى الصفحة اكسبورت ثم نختار المكان الذي نريد نخزنه ونضغط سيف سيفتح لنا الملف تلقائيا الان لنرى ما الذي فيه ننتظر الملف اذا ليفتح هذا هو الملف النهائي قد ظهر لنا الان الان اصبحت الترجمة جاهزة والملف اصبح جاهزة اتمنى ان تكونوا قد وصلتم الى هذه النقطة لانها يبارى عن نهاية الدرس الثالث في الدرس الرابع سوف نتناول امور اخرى تتعلق مرة اخرى بالملف الى ذلك الحين نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة